أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة تصويت المقترعين في الانتخابة التشريعية بلغت نحو 41% في حين تتواصل عمليات فرز الأصوات بمراكز الاقتراع وأظهرت النتائج الأولية وغير الرسمية للانتخابات النيابية جملة مفاجآت اعتبرت خارج التوقعات أبرزها تلقي حزب الله وحلفائه ضربة قوية واتمكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من انتزاع الأكثرية النيابية من غريمه الرئيس التيار الوطني الحر كما أعلنت الإدارة الانتخابية لحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري عن فوزها ب 17 مقعدا في وقت أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لفرز صناديق الاقتراع حصول حزب الله على 13 مقعدا على الأقل أما التيار الوطني الحر فقد حصل وفق النتائج على 15 مقعدا حتى الآن فيما أعلنت المكينة الانتخابية للحزب التقدمي الاشتراكي فوز الحزب بسبعة مقاعد على الأقل النتيجة النهائية بدائرة الجنوب الثانية صور وقرى صيدة بلغت النسبة 48.8% الحاصل الانتخابي 23.297.571 عدد اللويح أربعة الليحة التي حصلت على الحاصل الانتخابي على الأصوات وحدة وحدة ومقاعدة سبعة الفائزين نبيه مصطفى بري حسن محمد علي عز الدين حسين سعيد جشي علي يوسف خريس عناية محمد عز الدين علي عادل عسيران وميشيل حنى موسى النتيجة النهائية بدائرة الجنوب الأولى صيدة جزين النسبة 46.6% الحاصل 12.258 توزعت النتيجة على الليحتين ننتخب للتغيير ثلاث مقاعد وحدتنا في صيدة وجزين مقعدين والفائزين غادة خليل أيوب عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري أسامة معروف سعد المصري سعيد سليمان الأسمر وشرب المارون مسعد النتيجة النهائية بدائرة جبل لبنان الأولى الكبرى شبال وكسروان النتيجة النهائية بدائرة جبل لبنان الأولى